لا يوجد تغيير يذكر على الأحوال الجوية يوم غد الأربعاء إنما الأجواء تشابه الأجواء التي حصلت نهاره هذا اليوم لكن اعتباراً يوم الخميس والجمعة سيطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة شاهي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري بايولاب كبسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو أهلاً بكم مرة أخرى الأحوال الجوية المتوقعة في المملكة على خرائط درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة ومنطقة شرق البحر المتوسط لا زالت تحت تأثير كتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة تؤثر على المملكة وأيضاً منطقة بلاد الشام وشرق البحر الأبيض المتوسط لكن هناك ارتفاع قليل على درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة بإذن الله الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء باردة درجات الحرارة متدنية أقل من معدلها الصورة المتوقعة في عمان أربع درجات طبعاً مع ظهور بعض السحب المنخفضة والملموس بحدود أربع درجات الرطوبة النسبية بحدود 96% إذن الرطوبة عالية هناك احتمال لتشكل الضباب خاصة في مناطق المرتفعات الجبلية والبادي والسهول وهذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل عام أحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة يوم غد الأربعاء أجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئياً درجات الحرارة أقل من معدل بحوالي درجة إلى درجتين العظم المتوقعة في عمان 12 الصغرى بحدود 6 تقريباً الصغرى حول المعدل لكن يومي الخميس والجمعة سيطرأ بإذن الله ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة يوم الخميس بتكون الأجواء أيضاً مشمسة يتخللها ظهور بعض السحب المتوسطة والعالية وبتكون درجات الحرارة يوم الخميس حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة العظم 14 درجة لكن ليلاً بتكون درجات الحرارة أعلى من المعدل بقليل بحوالي درجتين الصغرى المتوقعة 7 درجات يوم الجمعة ارتفاع آخر بتوصل العظم بحدود 15-16 درجة أعلى من المعدل ما بين درجة إلى درجتين أيضاً أجواء مشمسة يتخللها ظهور بعض السحب المتوسطة والعالية العظم بحدود 15 لكن الأجواء بالليل بتكون باردة وبتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة 7 درجات مئوية أحوال الجوية المتوقعة ودرجات الحرارة المتوقعة في معظم مناطق المملكة في المناطق الشمالية إربد والمفرق وجرش وعجلون أجواء مشمسة يتخللها ظهور بعض السحب المتوسطة والعالية إربد 15-9 عجلون 13-8 جرس 16-8 المفرق 15 إلى 5 درجات مئوية المناطق الوسطى أيضاً أجواء مشمسة يتخللها ظهور بعض السحب البلقاء 12-8 مأدبة 13-5 بحر الميت 20 إلى 13 وعمان 12 إلى 6 الزرقاء 15 إلى 7 درجات مئوية المناطق الجنوبية أيضاً أجواء مشمسة بشكل عام يتخللها ظهور بعض السحب والعظمى في الكارك 12 والصغرى 6 العظمى في الطفيل 11 والصغرى 5 الشوبك 8-4 وإمعان 13-4 وخليج العقبة 20 إلى 14 درجات مئوية لكن الأجواء زي ما حكيت بتكون تقريباً مشمسة نهاراً لكنها باردة ليلاً في معظم مناطق المملكة المناطق الشرقية أيضاً أجواء مشمسة يتخللها ظهور بعض السحب أجواء مشمسة بالنهار لكنها باردة بالليل العظمى في الأزرق 17 والصغرى 6 الصفاوي 16-4 الوشد 17 إلى 4 درجات مئوية أعزائي المشاهدين نتمنى لجميع أوقات سعيدة ولكم أجمل تحية من طقس العرب النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بسطامي وأولاده وكلاء إطارات بريتج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري بايولاب كابسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو اشتركوا في القناة